أهلاً بكم من جديد في ساعتنا الثانية والتي نخصصها للحديث عن ملف الأسرى في سجون الاحتلال حيث تحولات خطيرة شهدتها قضية الأسرى منذ طوفان الأقصى تعكس المرحلة الأقصى والأشد في تاريخ الحركة الأسيرة وتزامناً مع يوم الأسير الفلسطيني أصدرت مؤسسات حقوقية فلسطينية تقريراً أكدت فيه أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال وصل إلى تسعة آلاف وخمسمائة أسير من بينهم ثمانون امرأة ومئة طفل التقرير ذكر أن إسرائيل اعتقلت منذ السابع من أكتوبر الماضي ثمانية آلاف ومئتين وسبعين فلسطينياً من بينهم مئتان وخمس وسبعون امرأة وخمسمائة وعشرون طفلاً وستة وستون صحفياً وتشمل هذه الأرقام من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أفرج عنه لاحقاً ولا تشمل هذه المعطيات حالات الاعتقال التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والتي طالت الآلاف علماً بأن معتقلي غزة ما زالوا رهنى الاختفاء القسري المؤسسات أكدت في تقريرها أن هناك ارتفاعاً بوتيرة غير مسبوقة تاريخياً في عدد المعتقلين إدارياً إذ بلغ عددهم أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة وستين معتقلاً إدارياً حتى بداية إبريل الجاري من بينهم 22 امرأة وأكثر من 40 طفلاً كما أن غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال بالإضافة إلى فئات أخرى شملت طلباء وصحفيين وحقوقيين وأكاديميين ونشطاء وعمالاً وشقيقات شهداء وزوجات أسرى مؤسسات الأسرى قالت إن أجهزة الاحتلال ارتكبت جرائم مروعة بحق الأسرى منذ السابع من أكتوبر أدت إلى استشهاد 16 أسيراً جراء عمليات التعذيب الممنهجة وجرائم الإهمال الطبي وسياسة التجوية ولا يشمل هذا الرقم معتقلي غزة الذين استشهد منهم 28 معتقلاً على الأقل داخل المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر